بإلتقاطها الصور مع محبيها من جيرانها وكل الذين وقفوا إلى جانبها هكذا قضى تطفل ميليس ساعات التي تبقت لها قبل مغادرة أرض الوطن وتوجه نحو فرنسا لتلقي العلاج الحمد لله لحقت الساعة يعني كما نقول الباقاج راحه واجد ميليس اليوم بإذن الله ثلاثة واربعة تكون في الطيارة نوجه نداء الناسنات على الغربة نقول لهم يعطيهم الصحة وكتر خيرهم وهذا وين الحق الدور دي لهم تانيك يعني الحمد لله الناس دعا يتسنى فيها كما نقول قجازي كامل محسينين وكامل الناس اللي وقفوا معاها كامل الشعب ماقدرش نسيتي واحد ولا نسى واحد حلوانا نسنى نسنى واليوم واليوم راني رايحة نقول كالشاب يدعي لي باش نبرع الشاب الجيران الأصدقاء الجمعية الخيرية الكل كان حاضرا لتوديع ميليسة التي حققت أخيرا أمنيتها في تلقي العلاج خارج الوطن بعد المساعدة التي تلقتها من رئيس الجمهورية ميليسة اللي كنا مرافقينها مدة عام واربع شهر وحنا معها كنا نطمولها في مبالغ مالية من عند الشاب وفي الآخر الحمد لله دخل رئيس الجمهورية بالتكفل تام لهذا الطفلة اليتيمة ما يخف لكمش باللي عندها شحاله هي السوفري والحمد لله احنا مدينا لآهد نهار اللي يجينا عند ميليسة قلنا بإذن الله من اليوم نقعد معها أحد نهار اللي تروح فيه ميليسة متجهة لفرنسا لكي تبدأ لسوان تحتها والهيل الأحمر الجزائري يرافقها بالامبولانسي كيبي اللي رأيه هنا لكي ندوها المطار وإن شاء الله داوية وترجعها بخير مشهد هذه الطفلة وهي محاطة بكل هذا الاهتمام والرعاية من أصغر فرد في المجتمع إلى أكبر مسؤول في الدولة يرسم مظهر التكافل الاجتماعي في أسمى صوره اشتركوا في القناة